بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين عزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته اثنين سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على معنى السميع في حق الله تعالى وسنتعرف على الواجب على المسلم في إثبات صفة السمع لله تعالى وسنتعلم على معنى البصير في حق الله تعالى وسنعرف الواجب على المسلم في إثبات صفة البصر لله تعالى وسنعرف معرفة الآثار المترتبة على الإيمان بسم الله السميع والبصير معنى السميع في حق الله تعالى معنى السميع في حق الله السميع لما ينطق به خلقه من قول ولكل المسموعات والسميع المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا ما هو الواجب على المسلم في إثبات صفة السمع لله تعالى أولا إثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل نفسه بذلك ثانيا أن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه فلا يجوز أن نشبه سمع الله بأي خلق من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثالثا ورد الإسم مقرونا بغيره من الأسماء كقوله سميع عليم وقوله سميع قريب وهي تدل على الإحاطة بالمخلوقات كلها وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه ورد اسم السميع في القرآن الكريم خمسا وأربعين مرة أما معنى البصير في حق الله تعالى معنى الإسم في حق الله أنه سبحانه ذو إبصار بما يعمل الخلق لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر أيضا أنه سبحانه عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته ما هو الواجب على المسلم في إثبات صفة البصر لله تعالى أولا إثبات صفة البصر له سبحانه وتعالى لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك ثانيا أن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده خبير بها ورد اسم البصير في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرة ننتقل بعد ذلك إلى معرفة الآثار المترتبة على الإيمان باسم الله السميع والبصير أولا من هذه الآثار الخوف من الله تعالى فهو سبحانه يسمع ما نقول ويرى ما نعمل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مما يكون باعثا على تجنب معصيته خوفا من عقابه ثانيا من الآثار المترتبة الرجاء فالله سبحانه وتعالى يرى ويسمع أعمالنا وأقوالنا فيكون ذلك باعثا على الجد في الطاعة وجاء ثوابه سبحانه وتعالى ثالثا من الآثار مراقبة الله وهو الإحسان الذي ورد ذكره في حديث جبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فهو يراك ختاما عزيزي الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس من أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته عرفنا فيه معنى السميع في حق الله سبحانه وتعالى وعرفنا ما هو الواجب على المسلم في إثبات صفة السمع لله تعالى وتعرفنا فيه على معنى البصير في حق الله تعالى وعرفنا ما هو الواجب على المسلم في إثبات صفة البصر لله تعالى وتعرفنا على الآثار المترتبة على الإيمان باسمي السميع والبصير مع تمنيات لكم بالتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته